الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله المسلم يعبد الله في كل وقت وحين والمسلم عبادة ربه شاملة في حياته شاملة لهذه الشعائر التي يؤديها فيما بينه وبين الله وشاملة لهذه المعاملات التي بينه وبين الناس لأن المسلم حتى في المعاملات بينه وبين الخلق يطبق شرع الله في البيع في الشراء في الحوالة في الكفالة في الرهن في الإجارة وحتى في هذه المعاملات الزوجية مع زوجته وفي عالم النكاح وقد رفع الإسلام مكانة المرأة وشأنها وأكرمها وصانها وجعل النساء شقائق الرجال والمسلمة في طفولتها لها حق الرضاع والرعاية وإحسان التربية المسلم مع بناته مع زوجته وكذلك المسلمة مع نفسها وزوجها وأولادها إذا تزوجت فبكلمة الله ومثاقه الغليظ وأوجب الإسلام الإحسان إليها استوصوا بالنساء خيرا وحذر من الاعتداء عليها اللهم إني أحرج وحق الضعيفين اليتيم والمرأة كما قال عليه الصلاة والسلام وجعل لها ملكا خاصا لا يجوز الاعتداء عليه فإذا كان لها مال فإنه لا يجوز للزوج أن يأكله ولا للأب أن يأخذ مهرها فيأكله وأوجب الإنفاق عليها وسورة كاملة من السور الطوال في القرآن سورة النساء وقد خصها الله بأحكام مراعاة لطبيعتها وأنوثتها وأسقط عنها الجهاد والجمع والجماعات مراعاة لحالها وما يكون في البيت من قرارها وما يكون في بنيتها من هذه المناسبة لرعاية أولادها ونجد أن هذا الشرع الحنيف قد جاء بتلبية الرغبات لم يكن رهبانية ممنوع الشهوات نهائيا لا بل جعل لها مجالا لتفريغها والاستمتاع الإنسان بها شهوة الطعام شهوة النكاح شهوات كثيرة مباحة شرعها جعلها الله سبحانه وتعالى في دينه لكن لها حدود لها إطار لها توجيه فمثلا هذا النكاح لحفظ البشرية وبقائها وكذلك هذا النسل والتوالد الشهوة في الإسلام ليست مجرد شهوة لا شيء راقي فهو استمتاع نعم من جهة بلا ريب وإعطاء للجسد حقه إعطاء حق الجسد لكن شهوة فيها أجر أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه وزر فكذلك لو وضع في حلال كان له أجر شهوة موجهة تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يعني يأتي منها الولد افتغوا ما كتب الله لكم شهوة فيها إعفاف للطرفين إنفاق الرجل على المرأة شهوة لكن فيها رعاية للحقوق اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله كما قال عليه الصلاة والسلام ليست شهوة عابرة الآن ما يفعله بهائم الغرب والشرق من واحد يجد واحدة يتعرف عليها ويمشي معه وقضاء أوطار شهوات ما في حقوق ما في حقوق يعني العشيقة هذه أو المعشوقة لا حقوق ما لا حقوق الزوجة في الإسلام لا حقوق يعني مثلا المهر وآتوا النساء صدقاتهن نحلة طيب يعني أنك أنت داخل على عقد فيه يعني له أهمية ومكانة وله فيه حقوق وشروط وتدفع فيه يا أيها الرجل فيه إعزاز المرأة وإكرام المرأة وبناء حياة زوجية كريمة معها يعني فيه مدخل مدخل المهر هذا مدخل معين يحسس الرجل بأهمية معينة لازم يحسس فيها لازم وقضية أن يعاشرها بالمعروف وسمى المهر صداقا لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح يعني لو قالوا واحد ليش الشرع سمى المهر صداقا صداقا لماذا؟ لأنه يدل على صدق دافعه ورغبته في العقد الذي دخل فيه دفع المهر من أجله والأصل في الصداق أن يكون مالا ذهب نقد متاع لباس حلي يعني شيء يتمول يدخر يتخذ ملكا له قيمة ما يقدمه الزوج لزوجته طيب هل يمكن أن يكون منفعة كتعليم القرآن أو تعليم حرفة أو أن يكون حجا بها نعم ممكن يكون هذا وممكن يكون معجلا ومؤخرا بعض هكذا بعض هكذا فيصح أن يكون المهر أن يعلمها شيئا يكون التعليم المنفعة هو المهر ليش؟ لأن التعليم ممكن يقدر بالمال يقوم الآن معاهد التدريب معاهد التدريب الآن يعني أنت حتى تطلع واحد تدرب على كذا وصار عنده مهارة كذا فيها دفع فلوس الله سبحانه وتعالى قال للرجاء بعد ما ذكر المحرمات من النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلكم بعد ما ذكر خمسة عشر نوع من المحرمات يعني زوجة الأب في البداية وحرمت عليكم أمهاتكم بناتكم وخواتكم عماتكم وخاراتكم بنات الأخ و بنات الأخت طيب وذكر من المصاهرة وأمهات ونسائكم وحلائل وأبنائكم ذكر أخوات من الرضاع وذكر ذكر بنات ثم قال والمحصنات يعني المتزوجات ما لك حق فيها محرمة عليك لأن لها زوج قال بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني غير المحرمات حلال عليكم يا أيها الرجال أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين يعني كيف تبتغوا بأموالكم يعني هذا المهر الذي يدفعه شوف بعض النساء سبحان الله مع الآن الحوادث يا إخوان المشاكل المشاكل الآن هذه زوجة يطلع مد من مخدرات وهذه زوجة يطلع على علاقات محرمة مع النساء وهذه زوجة تارك صلاة وهذه زوجة طبعا ويوجد في النساء أيضا مثل ذلك لكن صارت يعني النساء الصادقات النساء المؤمنات تقول الآن أنا أبغى مهري يعني أبغى يكون يحافظ على الصلاة صاحب خلق حسن لو قالت امرأة مهري أن يحفظني البقرة وقال عمران القرآن نصف القرآن ربع القرآن ربع ياسين العشر الأخير قال ابن القيم رحمه الله المرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه من مهرها جاز ذلك وكان ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صداقها فالصداق شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع به فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج كما رضيت من أم سليم رضي الله عنها أم سليم وقفت موقف عجيب وعظيم قال ابن القيم فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته للقرآن عن حفظه كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلها لكن مع ذلك خروجا من الخلاف لبعض الفقراء قال لازم فيه مال لازم يدفع شيء لازم فلذلك يجعل المهر مثلا نقدا كذا ويحججها مثلا حجة الإسلام يحججها مهر نقدا كذا ويعلمها مثلا يشرح لها متن كذا رغب الشرع في تيسير المهر وتخفيفه فهو أدعى للبركة كما قال عليه الصلاة والسلام إن من يمن المرأة تيسير خطبتها إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها إيش يعني تيسيرا طبعا تيسير خطبة ما في شروط تعقيدات أشياء على الشرع يعني والدين تيسير الصداق ما يتطلب منه مش يعني يقولوا لا تفع شيء لا يقولوا كم باستطاعتك أنت أنت باستطاعتك لا نشق عليك ستجدنا إن شاء الله من الصالحين اللي أنت تستطيع تدفع خمسة خمسة ألف سبعة سبعة عشرة عشرة خمسة عشرين الله أعطيك أكثر هات على ما يتيسر عندك قال تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها يعني أن تكون سريعة الحمد كثيرة النسل وقال عليه الصلاة والسلام خير الصداق أيسره وقال في رواية خير النكاح أيسره النساء وأولياء المرأة ورأى في باب المهور أنواع وهي من متفاوتة وفي عجائب وغرائب في هذا الباب مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة لما أراد أن يتزوج من سجاح التميمية التي ادعت النبوة قال قال إنه قبيح على مثلك أن تتزوج بغير صداق فبعثت إليه تسأله إيش صداقي قال مهرها أني أسقطت عنكم صلاتي الفجر والعشاء هذا طبعا مسيلم الكذاب شوف يعني جعل جعل مهرها أنه أسقط عنهم صلاتي يعني ما أكذبه وما أقبحه سبحان الله الله كشف كذب مسيلم في أشياء قال إنه قالولو أنت يعني النبي له معجزات وأنت تقول إنك نبي فيعني وين المعجزات اللي عندك فهو سمع سمع أنه النبي عليه الصلاة والسلام بصق في بئر ففارت ماء ويعني مسح رأسه فراه مسيلم يقول بصق في بئر فيبست ومسح شعر رأس طفل فسقط شعره يعني هذا عبد الرحمن بن ملجم تزوج امرأة من الخوارج كان صداقه ثلاثة آلاف درهم وقتل علي رضي الله عنه تصور قتل أن يقتل علي رضي الله عنه لإمن الخوارج في عصرنا يعني عقليات يعني واحد تقول أشترط أن يكون مهر زوجي أن يصيد أسدا وأن يصارعه وأن يقتله واحد تقول اشترط أن يقوم العريس بتجميع ثلاثمائة ضب دون مساعدة أحد واحد تقول مهري أنه مليون لايك على صفحة الزوج في الفيسبوك سبحان الله شوف ولكل وجهة يعني ذاك مسيلم الكذاب على هذا الحال وهذا هو الأهل الدنيا على هذا الحال واللي ناقص العقل ورجال ناقص العقل يعني وفي سبحان الله العظيم نساء مؤمنات دينات تقيات هذه أم سليم الصحابية ما طلبت ذهبا ولا فضة قال أنس بن مالك خطب أبو طلحة أم سليم أم سليم هذه من هي هي أم أنس بن مالك زوجها يعني الأول راح للشام مع النصارى بقيت طبعا بغير زوج أبو طلحة تقدم لها أبو طلحة من أثرياء من المدينة بس ما كان أسلم يومئذ جاء تقدم لأم سليم قالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد شوف كيف المدخل المدخل يعني المدخل المرأة في الثناء مرأة داعية هذه مرأة داعية قالت ما مثلك يرد يعني أنت فيك صفات عظيمة ولكنك مرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة لا يصلح أن أتزوجك لأن الله قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم فقال فقال لها ما ذاك دهرك يعني ما هذه قالت وما دهري قال الصفراء والبيضاء الصفراء يعني إيش الذهب والبيضاء الفضة قالت فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء أريد منك الإسلام وفي رواية قالت فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره قال فمن لي بذلك قالت لك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبو طلحة يريد النبي عليه الصلاة والسلام ونبي عليه الصلاة والسلام جالس في أصحابه لما رأى قال جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه شوف النبوة المعجزة جاء أبو طلحة وأخبره بما حصل فتزوجها على ذلك وهذا النبي عليه الصلاة والسلام شاهد بكفالته ورعايته قال ثابت راوي الحديث فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منه أنها رضيت بالإسلام مهرا وفي رواية فما سمعت بمرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم مهرها الإسلام ولذلك قال ابن قيم رحمه الله فالمرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه من مهرها جاز ذلك فإذا قالت تقدم لها كافر قالت إذا أسلمت هذا مهري إذا أسلمت هذا مهري فإذا الصداق في الإسلام هو مال يدفع لكن قد ترضى المرأة بمنفعة يعلمها الزوج أو خدمة لها أو لأهلها يعني مثلا موسى عليه السلام ما جاي من مدين إيش عنده ما جاي إلى مدين ما إيش عنده ما عنده شي جاي إلى مدين ما عنده شي قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج تمسك هالغنم أنا شايب وبنتايا من الإناث يعني لا تصلحان في الأصل لهذه العملية المجهدة عملية رعي الغنم رعي الغنم وسقي الغنم وسرح بالغنم فأنت تمسك لنا الغنم ثمان سنة وهذا حلالنا هذا طعامنا شرابنا لباسنا من صوفها من المهور النبيلة اللي وردت في السنة النبوية تعليم القرآن في قصة المرأة التي وهبت نفسا للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك طلبها أحد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمهر قال تمس ما عندي ما عندي يا رسول الله قال تمس هنا وخاتما من حديد يعني ما لابد تقد قال حتى هذا ما عندي من شدة فقرهم رضي الله عنهم يعني كم عانوا ونصروا الدين وجاهدوا على قلة ذات يدهم فقال عليه الصلاة والسلام ماذا معك من القرآن قال معي أحفظ صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا عددها قال تقرأهن عن ظهر قلبك حفظ حفظ أكيد قال نعم قال اذهب فقد زوجتك هذا ما معك من القرآن روى بخاري مسلم وفي رواية المسلم انطلق فقد زوجتك فعلمها من القرآن فكان مهرها أن يحفظها ويعلمها ما يحفظ وينقل ما يحفظ إليها النووي رحمه الله علّق قال في هذا الحديث دليل لجواز كون الصداق تعليم القرآن وجواز الاستئجار لتعليم القرآن في رجل أعمال في عصرنا هذا الله منعلم عليه يعني يعني إيش حيزيده لو جاء واحد دفع له لابنته مئة ألف ما يزيد يعني عنده لكن صاحب دين قال شوف أزوجك ابنتي على أن تعلم تحفظها سورة كذا في واحدة طلبت من زوجها نسخة شوف مهري تعطيني مصحف وحجة بيت الله الحرام في واحدة في زمننا طلبت أن يعلمها القرآات لأنه صاحب قرآات في واحدة قالت مهري عمرة شوف يعني سبحان الله في توجه أعظم أن يقول لا وعرس في صالة كذا وسفر شهر إلى بلد إلى دولة سياحة كذا ويجيب لي شنطة ماركت كذا وفنتت ماركت كذا وطقم ماركت مدري إيش في ناس عقولهن في الماركات وفي ناس عقولهن فين في القرآن والسنة والعبادات ومع ذلك يبقى يا جماعة المهر أصلا مال يدفع يعني تأكيد لجدية الرجل في النكاح لكن ممكن يكون في هذه الأشياء ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله ومن المهور النبيلة تعليم العلم كما قال علي ضي الله العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة من الزيجات الفريدة في تاريخنا قصة زواج الفقيهة فاطمة بنت علاء السمرقندي بنت علاء الدين السمرقندي أبوها علاء الدين السمرقندي الفقيه الحنفي هذا من طلابه الإمام الكاساني الكاساني ذكي وألمعي ونابغة وجاء عند الشيخ علاء الدين السمرقندي ودرس عنده بنت علاء الدين السمرقندي خطبها جماعة من ملوك بلاد الروم امتنع والدها الكاساني لما جاءه الكاساني تلميذ هذا الفقير ولازمه وقرأ عليه تصانيفه ومنها كتاب تحفة الفقهاء الشيخ الشيخ آنس في التلميذ هذا يعني نبوغا وفتح معه موضوع الزواج لابنته التي خطبها مين مين أبناء ملوك الروم طبعا في منهم مسلمين المهم قال والدها ايش المهر تشرح كتابي تحفة الفقهاء الكاساني شرح كتاب شيخي تحفة الفقهاء في كتاب اسمه بدائع الصنائع بدائع الصنائع والزوجة كانت تحفظه روح شوف بدائع الصنائع الآن ادخل على الانترنت كذا يعني سوه بحث كم مجلد بدائع الصنائع ايش قالوا عبارة جميلة شرح تحفته وزوجه ابنته شرح تحفته لأنه كتاب الشيخ اسمه تحفة الفقهاء شرح تحفته وزوجه ابنته كانت الفتوى تخرج عليها الفتوى اذا جاء ناس كتبوا للبيت المبارك هذا تطلع عليه خط الأب على الدين السمرقندي وخط بنته مكتوب فاطمة لما تزوجها الكاساني صار تطلع الفتوى عليها خط الثلاثة من المهور طبعا النبيلة في تاريخنا العتق والحرية كما حصل لفنتين من أمهات المؤمنين صفية بنت حيي وجويريا بنت الحارث كانت من السبي فأعتقهم فأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم و جعل عتقها صداقها قال ثابت لأنس ما أمهرها قال أمهرها نفسها جويريا من سبايا بن المصطلق و كذلك صفية رضي الله عنها من بعد خيبر كذلك من المهور النبيلة شوف إيش كان مهر علي لفاطمة مهر علي لفاطمة لما جاء يزوجها النبي عليه الصلاة والسلام يزوج فاطمة قال أعطيها شيئا مهر قال ما عندي شيء قال فأين درعك الحطمية درع الحطمية التي تحطم السيوف قال هي عندي قال فأعطي إياها طيب أيها الإخوة والأخوات نسل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وتولى أمرنا واغفر ذنبنا وتوب علينا أستوذعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته